الرئيس رجب طيب أردوغان الرئيس التركي أردوغان كان أيضا من ضمن المتحدثين أمام الجمهة العامة للأمم المتحدة النهاردة طبعا استعرض في كلمته عدة قضايا لا سيما قضية داعش قال أنه بلاده ساهمت في دحر داعش وطبعا أثناء الكلام اعترف بالتدخل التركي في سوريا لا سيما فيما يتعلق بمنبج على الحدود السورية التركية وطبعا استخدم كلمته أمام هذا المحفل الكبير لكي يصفي حساباته السياسية مع خصومه السياسيين لا سيما حركة جولن عبدالله جولن فتح الله جولن عفوا شن هجوم عنيف جدا وكأنه بيوصل رسالة للإدارة الأمريكية التي تمنح الرعاية الآن لفتح الله جولن العدو رقم واحد بالنسبة للرئيس التركي اليوم وكأنه بيرسل إلى هذه الإدارة رسالة مفادها أن فتح الله جولن وحركته هي حركة إرهابية وهو إرهابي ومن ثم يعيد ويكرر المطلب القديم الجديد بضرورة تسليم فتح الله جولن إلى تركيا طبعا الجميع استغرب من هذه الطريقة التي تحدث بها أردوغان لا سيما في هذه النقطة تحديدا لأنها مسألة كان من المفترض أن تنأى عن كلمته التي يلقيها ويسمعها العالم